يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول انتشر بين بعض طلبة العلم القول بالتورع عن أكل الذبائح التي يذبحها العمال الوافدون إلينا من بلدان إسلامية أخرى ذلك لأن تلك البلاد لا تخلو من مشركين وعباد للقبور وقد يكون هذا العامل الذابح منهم زين لخلوا لنا اللحم وحرموا أنفسهم هذه هي إصلح لنا هذا جل يرخص اللحم هذا لا تشدد ولا يجوز الذي يعرض في أسواق المسلمين اللحوم التي تجلب في أسواق المسلمين يأكل منها الحمد لله لكن إذا صار بيتركها جزا الله خير هذا يوسع لنا حنبع نعم